بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم متابعين الكرام أهلا وسلم كل اللي بيسمعني لأول مرة معكم الصفاء قناة تيوك اللي بيسمعني لأول مرة أعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل قرس حب آرارفون في قناة ثانية يسمعي تيوك معرفة القناتي بنزل فيهم تعبير وإنشاءات ووضعيات وباقي معتوى القناة ولا تنسوا اللايك ومن تحلول القناة يمكنكم وصلوا لقناة ثانية اللي بيسمعني لأول مرة ممكن يكتب في البحث يتيوك معرفة أو ممكن يفتح هذه القناة أسفل الفيديوهات عند الصفحة الرئيسية حيجد القناة الثانية يتيوك معرفة اليوم فيديو مختلف إلى حد ما كيف نكتب موضوع تعبير الفيديو ده طلب مني من مدة طويلة ومن أكثر من متابعة أو أكثر من شخص يريد كيف نكتب موضوع تعبير ونحصل على درجة كبيرة أو عالية لكل شخص أو كل إنسان لا يعرف كيف يكتب موضوع تعبير ممكن بعد هذا الفيديو إن شاء الله يستطيع كتابة موضوع تعبير في الفيديو هنتكلم كيف نكتب مقدمة كيف نكتب المقدمة وكيف نكتب خاتمة الموضوع كيف نكتب الخاتمة والعرض إن شاء الله في فيديو آخر لأن الفيديو حيطول هنذكر كيف نكتب مقدمة وكيف نكتب خاتمة ثم نتطرق بعد ذلك إلى إذا لا تعرف كيف تكتب مقدمة أو خاتمة عندي مقدمة وخاتمة تصلح أو يعني هي تصلح أن تكون لمعظم التعابير وليست محفوظة ثم نتطرق بعد ذلك رأيي في المقدمة والخاتمة المحفوظة الموجودة على اليوتيوب رأيي فيها المقدمات اللي بتكون محفوظة زي من دواعي سروري مما لا شك فيها أن هذا الموضوع يعني وغيرها من المقدمات أو الخاتمة اللي بتكون محفوظة ندخل كده أو نبدأ عندنا المقدمة المقدمة بتكون في البداية بتكون قصيرة مشوقة ومختصرة لا تتعدى الثلاث أسطر مع تركبيات في بداية المقدم يعني بتكون إصارة وتشويق المقدمة تكون قصيرة مختصرة لا تكون طويلة لا تتعدى الثلاث أسطر يعني ممكن سطر ممكن سطرين ممكن ثلاثة ومع ترك بيات في البداية في بداية المقدمة ماذا أكتبه في المقدمة؟ عندي أكثر من شيء ممكن يكون لمحة عن الموضوع ممكن تعريف للموضوع سواء كان دقيق أو غير دقيق ممكن استشهاد يخص الموضوع ممكن سؤال أو إشكالية السؤال يعني إشكالية لها علاقة السؤال يكون له علاقة بالموضوع اللي بتكلم عنه وإجابة السؤال يكون موجودة في العرض ممكن اسلوب تعجب ممكن يكون اسلوب تعجب عندي مثال أو نموذج أنا ذكرت هنا عن الصحة لو طلب منك موضوع عن الصحة لمح عن الموضوع الصحة ثروة غالية ونعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وعلينا المحافظة عليها نضع كده نقطة كده لمح عن الموضوع أترك بيات في البداية مثل ما قلت في تعريف للمقدمة ترك بيات البيات بيكون في البداية ونضع نقطة في النهاية كده لمح عن الموضوع الصحة ثروة غالية ونعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وعلينا المحافظة عليها كده سطر ونصف ما زودناش قصيرة مقدمة قصيرة مشوقة تعريف للموضوع تعريف للموضوع ممكن دقيق أو غير دقيق الصحة هي خلو الإنسان تعريف الصحة الصحة هي خلو الإنسان من الأمراض والعلال العلال يعني برضو الأمراض فيصبح قادرا على ممارسة حياته بشكل طبيعي أضع نقطة أترك بيات في البداية وضع نقطة كده تعريف رقم ثلاثة استشهاد يخص الموضوع يجب أن نستشد استشهاد سواء كان أي قرآنية حديث حديث بيت شعري حكمة مقولة مشهورة قديما قالوا الصحة تاج على الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى كده ذكرت حكمة سؤال له علاقة بالموضوع وإجابته يجب أن يكون في العرض الصحة كانز ولا يعرف قيمتها إلا من حرم منها فماذا تعرف عنها وكيف يمكن المحافظة عليها كده ذكرت هنا سؤال أشكالية في المقدمة سلوب تعجب ما أجمل نعمة الصحة كده دي مقدمة ما أجمل أن يعيش الإنسان حياة مملؤة بالصحة دي سلوب تعجب وهذا أيضا سلوب تعجب كده سطر ونصف سطر يعني نختار واحدة كده برضو مقدمة قصيرة طبعا المقدمات دي يعني كتابة المقدمة بتكون سهلة يعني ممكن لتلميز سنة خامسة ابتدائي وسادة ابتدائي وممكن برضو المتوسطة لو بريد تعبير سهل كده وبسيط كده المقدمة ذكرت المقدمة ندخل كده على الخاتمة ماذا أكتب في الخاتمة الخاتمة عندي تعريف الخاتمة تكون خلاصة الموضوع يعني أن تكون شاملة وبصفة مختصرة لما يوجد في العرض مع ترك بيات في بداية الخاتمة ماذا أكتب في الخاتمة ممكن إبداء رأي شخصي نصيحة أو إرشادات نصائح توجيهات ممكن نستشد إذا يعني لم نقم بالاستشاد في المقدمة ولا العرض ممكن نستشد في الخاتمة استنتاج ممكن استنتاج ممكن إسلوب تعجب إذا لم نقوم بكتاب إسلوب تعجب في المقدمة أو العرض ممكن نضيف إسلوب تعجب في الخاتمة دعاء على حسب الموضوع يكون على حسب الموضوع دعاء ممكن تمني توصيات رجاء رجاء ممكن رجاء أيضا في الخاتمة عندنا إبداء رأي شخصي عن الصحة برضو نموذج عن الصحة وفي الختام أترك بيات في الأول وفي الختام أرى كده أنا بذكر رأي أرى أن إذا ابتعد الإنسان عن العادات الخاطئة ومارس الرياضة يعيش بصحة جيدة خالية من الأمراض كده أنا أضع نقطة كده بديت رأيي في الموضوع نصيحة ورشدة وفي الأخير أنصح الجميع بالمحافظة على الصحة وعلينا تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة وشرب الماء باستمرار أترك بيات البداية نصيحة بنصح الناس استشهاد وفي الأخير أنهي كلامي بقول العقل السليم في الجسم السليم وعند القول نضع نقطتين والمززوجة استنتاج مما سبقنا استنتج أن المحافظة على الصحة من الأمور المهمة للوقاية من الأمر سلوب تعجب السلوب تعجب السلوب تعجب تجعلنا نشعر بالرضا والاستقرار وكذلك هنا في فصلة وكذلك السعادة فما أجملها من ثروة كده يعني سلوب تعجب جعلتها في الخاتمة دعاء دعاء موضوع نسأل الله دوام هذه النعمة وأن يشفي كل مريض أو ممكن بطريقة أخرى وفي الأخير أدعو الله بدوام الصحة والعافية لكل إنسان تمني أتمنى من الله أن يعيش أفراد المجتمع بصحة خالية من الأمراض دي تمني جعلتها في الخاتمة توصيات أوصيكم يا أصدقائي بالمحافظة على الصحة وممكن برضو نضيف والابتعاد عن كل ما يضر كل ما يضرها من مثلا التدخين والإدمان أو غيرها وعدم ممارسة الرياضة رجاء رجاء ثم رجاء حافظوا على الصحة ومارسوا الرياضة لتقوا أنفسكم من الأمراض كده أضع نقطة دي المقدمة عفوا الخاتمة ماذا أكتبوا في الخاتمة لن في أكثر من طريقة لكتابة الخاتمة تمام طب إذا إذا عندي تلميذ أو طالب لا مش عارف يجيب إبداء رأي شخصي لا يستطيع كتابة نصيحة لا يستطيع مش حافظ استشهاد أو أي قرانية أو بيت شعري مش حافظ لا يستطيع كتابة مش عارف يجيب اسلوب تعجب أو دعاء وتامني وبرضو لا يستطيع كتابة مقدمة حافظ هذه الطريقة دي ماذا يفعل عندي مقدمة وعندي خاتمة ممكن نكتبها في معظم التعابير معظمة وغير محفوظة عندي إذا كان الموضوع مفيد إذا كان الموضوع مفيد ممكن نقول إن هنا الموضوع اللي بتكلم عنه من الصفات أو السلوكيات نختار واحدة الصفات أو السلوكيات الأعمال والتصرفات الفاضلة أو الجميلة أو الرائعة العظيمة الحسنة التي يجب أن يتصف بها الإنسان في حياتي أو التي يجب أن يتحلى بها الفرض والمجتمع لما لها من أهمية ومنافع كبيرة بمعنى آخر يعني مثلا نقول إن 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 الموضوع تعبير عن الأمان إن الأمان من الصفات الفاضلة اخترنا وحده هنا اخترنا وحده وهنا اخترنا وحده إن الأمان أو الإخلاص أو التعاون أو أي موضوع مفيد في المجتمع إن التعاون من الصفات الفاضلة أو الجميلة من الصفات الجميلة التي يجب أن يتصف بها الإنسان في حياته أو يتصف بها الفرض والمجتمع لما لها من أهمية ومنافع كبيرة طيب لو موضوع عن الموضوع عن الوطن أو الصحة ينفع نقول إن الصحة من السلوكيات أو من الصفات لا نقول إن الحفاظ على الصحة إن الحفاظ على الصحة من السلوكيات الجميلة ممكن الرائعة أو العظيمة نختار واحدة من السلوكيات العظيمة التي يجب أن يتصف بها أو أن يقوم بها الإنسان في حياته لما لها من أهمية ومنافع كبيرة طيب لو على الوطن تعبير عن الوطن نقول إن الوطن من السلوكيات أو من الأعمال لا نغيرها يعني ممكن نقول إن حب الوطن إن حب الوطن من السلوكيات أو من التصرفات أو من الأعمال العظيمة التي يجب أن يتصف بها الإنسان أو يتصف بها الفرض والمجتمع لما لها من أهمية ومنافع كبيرة كده لو كانت المقدمة لو كانت الموضوع لو كان الموضوع مفيد فيها المجتمع أما إذا كان الموضوع ضار غير مفيد مثلاً زي مثلاً إدمان الإنترنت إدمان الإنترنت أو التبذير الإصراف نقول إن التبذير إن التبذير من أسوأ أو من أقبح نختار واحدة إن التبذير من أسوأ من أسوأ السلوكيات التي يجب أن يتجنبها الإنسان التي يجب أو يبتعد عنها يتجنبها أو يبتعد عنها الإنسان في حياته لما لها من لما لها أو لما له على حسب الموضوع من أضرار ومخاطر لو كان مثلاً عن إدمان الإنترنت إن إدمان الإنترنت من أسوأ أو من أقبح التصرفات التي يجب أن يتجنبها الإنسان أو التي يجب أن يتجنبه الفرد والمجتمع في حياته لما له من أضرار ومخاطر نكون نظيف كبيرة كده ذكرت كده المقدمة والخاتمة وكمان يعني ليست محفوظة غير محفوظة ندخل على ندخل كده على الخاتمة ذكرنا المقدمة مقدمة إذا كان موضوع مفيد أو دار ندخل كده على الخاتمة الخاتمة وفي الأخير أنصح الجميع وفي الأخير أنصح الجميع بأن لو كان الموضوع مهم أو مفيد أن يمارس أو يساهم أو يشارك أو يتعاون لنيل رضى الله ومحبة الجميع مثلا عندنا عن التضامن أو العلم وفي الأخير أنصح الجميع بأن بأن يهتم أو أن يتمسك بالتضامن يتمسك أو يتمسك بالعلم في الأخير أو أنصح الجميع بأن يهتم بالعلم لنيل رضى الله ومحبة الجميع مثلا من الموضوع عن الأخلاق الأخلاق وفي الأخير أنصح الجميع بأن يحافظ أو يهتم أو يلتزم بالأخلاق لنيل رضى الله ومحبة الجميع لو كان الموضوع ضار أو غير مفيد في المجتمع وفي الأخير أنصح كل إنسان أو أنصح الجميع بأن يبتعد أو يتجنب أو يترك نختار واحدة يبتعد أو يتجنب أو يترك عندنا مثلا الأنانية عندنا تبزير عندنا الظلم التلوث البخل أن يترك الظلم أن يترك البخل أنصح كل إنسان بأن يبتعد أو يتجنب أو يترك هنا نختار واحدة البخل حتى ينال الثواب ورضى الله ومحبة الجميع كده خاتمة لتوخص مواضيع التعبير اللي هي غير مفيدة ضارة في المجتمع ويجب علينا تجنبها وعدم الاتصاف بها عندي موجود في عندينا في اليوتيوب عندينا مقدمات